فضيت الشيخ معنا المجند فارس محمد بازيل المجند المنشق فارس محمد مرحبا اخي فارس السلام عليكم اخ فارس اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اولا اهلا بك في ركب الاحرار اهلا اهلا بسم الله الرحمن الرحيم انا المجند دهرس محمد بازيل من سكان درع البلد كنت اخذهم في مشفى تشغيل العسكري وقد اعلنت انشقاتي بسبب الجرحى من المدنيين الذين قتلهم الامن بالخناجر نعم وقد درعتي رأيته اكثر من من سبعمائة جثة في مشفى تشغيل هذا في درع اين هذا مجند فارس اين رأيتها سبعمائة جثة في مشفى تشغيل العسكري في درعا لا في دمشق في دمشق نعم احكي بالعامي معلش احكي بالعامي ماذا كان يفعل الاطباء ولا الامن بالجرحى الاطباء ما كانوا يدخلوا يا شيخنا بس اما الامن والشبيحة كانوا هناك ويقتلهم بالخناجر على مرأة من الاطباء كيف يعني الاطباء كانوا يرون ذلك الاطباء كانوا يرون لكن لم يحرقوا نعم اكمل اخي فارس فضاء اللهم صلاة المحمد سؤال سؤال يا شيخ نعم نحن المجندين بشكل عام مهمتنا حماية المظاهرين فكيد نحميهم وناس وقلونا انو لا تستعملوا الاسلاح نحن مظاهرات سلمية يعني ثورة سلمية الواجب على كل عسكري في كافة الرتب او كما يقال عناصر الجيش في كافة الرتب اولا انت انتهي من المكالمتك حتى لا تسقع تحت الخطر ثم يعلق الشيخ او عندك اسئلة اخرى اسئلة اخرى كمان يا شيخ انتي تعلق على هذا الموضوع كانوا يقضوا الجرحات المخلوبين رغم الجرحهم الى السجون اعوذ بالله وتم تعذيبهم كمان وهذا من شصمه الصاحبي من الامن كمان الحكي قالوا الله اكبر ضربوا المثالة الوحشية طيب اخي فارس تضيفه ايضا لا لا تحية لك ولجميع المجندين والضباط الاحرار شكرا لك اخي فارس معنا عبد الباسط حمو السلام عليكم للباسط الناشط السياسي الكردي عبد الباسط مرحبا بك مساء النور وحياك الله دعني ابدأ معكم